بسم الله الرحمن الرحيم نستمر معكم في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى في الوحدة الأولى مقدمة عامة في تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ومع الدرس الخامس قياس وتشخيص القدرة العقلية وهو مجال من مجالات التقييم الأساسية طبعاً لو تكلمنا عن الذكاء نقول أن الذكاء مفهوم من المفاهيم الفرضية التي يستدل عليها من خلال السلوك لأن الذكاء بحد ذاته لا يمكن تحسسه يعني لا يمكن رؤيته ولا لمسه وعادة ما يتم قياس الذكاء باستخدام اختبارات الذكاء الفردية أو الجماعية اللفظية منها أو الأدائية وحركة قياس الذكاء مرت على مرة السنوات بتطورات عديدة فبدأت من محاولات غير علمية لقياس الذكاء كانت تقييس صفات الجسمية للطفل مثل نتوآت الرأس أو من قراءة خطوط الكفين وهكذا ثم تلاها محاولات قالتون الذي وضع الأساس النظري لقياس الذكاء في كتابه الخاص بالقياس والتشخيص الذي وضع فيه عدد من الاكتبارات العقلية وقد تركزت تلك الاختبارات على قياس القدرات العقلية البسيطة مثل سرعة الحركة وزمن الرجع إلى آخره أي من قياس القدرات الحسية والحركية ولذلك انتقدت هذه الاختبارات من قبل بنيه الفرنسي كونها تعتمد على قياس قدرات عقلية بسيطة وافترض بنيه أنه ينبغي قياس القدرات العقلية العليا للفرد مثل إيش؟ كالانتباه 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 والفهم وإيش؟ والذاكرة واضح؟ والتمييز البصري إلى آخره فبنيه الآن بنيه عام 1905 قام بناء على طلب من الحكومة الفرنسية بوضع اختبار للذكاء يمكن من خلاله التمييز بين الطلاب القادرين على التعلم عن غيرهم من الطلاب غير القادرين على ذلك من أجل خدمة هذه الفئات ببرامج تتناسب وقدراتهم العقلية ثم بعد ظهور اختبار بنيه إلى حيز الوجود ظهرت اختبارات أخرى كاختبار ويكسلر وهو من الاختبارات المشهورة أيضا اختبار ويكسلر عام 1949 ثم بعد ذلك توالت الاختبارات مثل اختبار قد انف هرس عام 1926 ومقياس كولومبيا للنضج العقلي لتقييم الأطفال ومقاييس الذكاء المصورة مثل مقياس المفردات اللغوية إلى غيرها من المقاييس طبعا بالرغم من الانتقادات المتعددة التي توجهت الاختبارات الذكاء كتلك الانتقادات التي ذكرها جنس وماكملا والمتعلقة بثبات وصدق ومعايير تلك الاختبارات وإجراءة تطبيقها وتصحيحها فما زالت هذه الاختبارات مستخدمة في عملية قياس وتشخيص القدرات العقلية للأفراد من مختلف الفئات يعني العاديين والموهوبين وذوي صعوبات التعلم وذوي الإعاقات وفي واقع الأمر فإن اختبارات الذكاء مفيدة جدا عندما تستخدم لتحديد ما يمتلك الطفل من المهارات والقدرات المعرفية طبعا سنستعرض في نقاط سريعة أهم ما بينته الدراسات السابقة حول اختبارات الذكاء طبعا الدراسات أظهرت أن نتاج اختبارات الذكاء أكثر ثباتا واستقرارا في العمر المدرسي فدرجة الذكاء قبل عمر السابعة ليست ثابتة بل قد تتغير إذا ما قيست في أعمار لاحقة كما أن درجة الذكاء أكثر استقرارا عند ذوي صعوبات التعلم من الأطفال العاديين أيضا بيّنت الدراسات التي بحثت العلاقة بين الذكاء والتحصيل المدرسي أن العلاقة غير منتظمة وغير تامة بين المتغيرين خاصة في المراحل الدراسية العليا وذلك لأن التحصيل المدرسي يتأثر بالإضافة إلى الذكاء ببعض المتغيرات الأخرى كالدافعية والاهتمام والانتباه والرغبة والوضع الاجتماعي والاقتصادي والبيئة الأسرية أيضا أشرت الدراسات إلى أن نتاج اختبارات الذكاء تتأثر سلبا ببعض العوامل البيئية كنقص الوزن ونقص الأكسجين عند الولادة وسوء التغذية وتعرض الجنين للكحول اشتركوا في القناة